الأهل بيؤدي ميرانو اليوم رئيسي اليوم على ملعب جامعة فيتاس بسم الله كابتن السيد والناس كلها الحمد لله مبسوطة هناك الدنيا كويسة جنوب أفرقية بلد جميلة والملاعب هناك تحفى نخصونا بعد كس العالم 2010 كمية ملاعب ولكن هل لعبوا على ملعب أورلاندو فإن شاء الله يبقى تمرين كويس بالنسبة لنادي الأهل قبل مباراة أورلاندو طيب فيه دعوة لأبو تريكا من نيجيريا دعوة نيجيريا لأبو تريكا والأهل يرد بخطاب شكر طلق أبو تريكا دعوة من السلطات النجيرية بحضور مباراة خاصة بمرضى السرطان خلال الفترة المقبلة ومن جانبه أرسل النادي الأهل يخطاب شكر لتحاد نجيري على تلك الدعوة متمنيا في خطاب استمرار التعاون بين الجانبين مؤكدا أن ارتبطات لأهل الأفريقية والدولية في الفترة المقبلة ستحدد إمكانية ذهاب أبو تريكا لهذه المباراة يمكن المباراة دعوة تبقى بين نيجيريا وبين النجوم أفريقيا وعلى فكرة دعوة لها برضو كابتن حسام حسن وكابتن حسام حسن هيروح إن شاء الله المباراة برضو نجم كبير في الكوراة المصرية ربنا ربي وفاه إن شاء الله في ماتش أرجوية القادم ماتش مهم جدا يمكسب نيجيريا 1-0 كابتن حسام في ماتش ودي وهيلاعب في زنبيا بعد 3-4 أيام إن شاء الله كل التوافق أيضا لكابتن حسام حسن وجهازه الفني المصري الخالص كل قلوبنا مع أخواتنا في الأردن شاء الله في مباراة أرجوية ماتش مهم جدا 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 مهلة جديدة للأهلي الأهلي طبعا في موقف صعب جدا بعد موضوع نادي المقاولين وزيلاعب على ملعب المقاولين الأهلي مش عايز يعمل في الملعب المقاولين طلب مد مهلة جديدة لغاية يوم السبت المقبل والتحادل الأفريقي وفع على مد المهلة ولكن هتكون آخر مهلة لتحديد ملعب نادي الأهلي بيحاول بشكل جدي أو بشكل قوي جدا مع صوتات الأمنية ومع صوتات الداخلية إن الماتش يتنقل من المقاولين لإما للدفاع الجوي استاد القاهرة استاد الكلية الحربية أي ملعب من 3 ملاعب دولة طبعا مش عايز المقاولين يمكن المقاولين ملعب كويس ككور يعني الملعب حلو ما عرفش الوقت أرضيته عاملة إزاي بس ما فيش حد بيلعب عليه فبالتالي من تالي أكيد هيكون ملعب كويس ولكن مشكلة ملعب المقاولين إنه ملعب لعيبة الكورة ملعب دي ملعب يعني إحنا كناش نحب قول نعب ما تشاطي اللي فيها ممكن حد يقفل صحفة تقف عليك ملعب من ملعب الصغيرة ملعب جميل وناس محترر ما طبعا فينا المقاولين ولكن ملعب اللي تبقى كلعيب كورة لو حد عايز يقف عليك الملعب ملعب سهل اللي تقفل عليه وملعب دي اللعيب الكورة ما بيحبش اللعب عايز تلعب في ملعبك وعايز تستغيل لجمهورك وملعبك بتحب تلعب في ملعب الواسعة شوية زي استاد القرارة استاد برج العرب الدفاع الجوي ممكن يبقى هي نفس المقاييس بس أنت إحساسك نفسي وانت نازل الملعب وفي مدارجات جنبك ملعب المقاولين ملعب دي شوية نادي الأهلي ما عرفش إحساسه بالملعب عامل إزاي لكن مش راضي ومش عايز يلعب ملعب في هذا الملعب هنحاول قبل يوم السبت يوصل لقرار مع الجيات الأمنية الأهلي عنده مشكلة كبيرة فترة دي شفتناها مبارح في الجنة الأندية وعلى فكرة الموضوع الأندية يعني هو في كلام بين السطور كده بس أنا مش عايز أتكلم فيه دلوقتي للمتأكد لأن الموضوع مش طبيعي وموضوع كان فيه كلام يعني ناس دخلت ناس عشان تاخد قرار معين ضد الناس معايدة ضد الناتج لأهلي فبس أنا لسه فيه كده بجمع شوية أخبار وعشان أقولها أنا متطمن يعني لكن فيه يعني حاجة بتحصل كده خلينا نشوف هيحصل فيها إيه